نرحب بضيفنا من القاهرة دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية أهلا دكتور حامد لا أدري هل المؤتمر الصحفي ربما أتى بشيء جديد في مسار دعم الواضح من قبل القاهرة وأنقرة لقطاع غزة أهلا بك يا أستاذ محمد وأهلا بالسادة مشاهدي قناة الغد طبعا هذه الزيارة هي رسالة واضحة للجانب الإسرائيلي أن هناك تحالفا واضحا يتم تشكيله الآن تحالف مصري تركي مع الكثير من الدول العربية في الوقوف في وجه دولة الاحتلال الإسرائيلي لمحاولة فرض إرادتها ومحاولة الهيمنة على قطاع غزة ومحاولة تهجير الفلسطينيين خاصة أن العلاقات المصرية التركية الآن لم تعد كما كانت ولكن أصبحت أكثر قوة منذ أيام قليلة كان فيه تعاون عسكري واضح بين الجانبين والإعلان من جانب الأطراق عن إعطاء ومنح مصر طائرات مسيرة بيركدار ودلالة قاطعة على أن العلاقات عادت أقوى من الأول بكثير وبالتالي أرى أن هناك تحالفا واضحا مصريا تركيا للعمل على الوقوف في وجه دولة الاحتلال الإسرائيلي خاصة أننا في المرحلة الأخيرة من اجتياح قطاع غزة بالكامل وأتحدث عن رغبات إسرائيلية متزايدة لإجتياح مدينة رفح والقفز على قطاع غزة بالكامل وارتكاب الكثير من جرائم الإبادة الجماعية خاصة أن هذه البقعة الصغيرة بها أكثر من مليون وخمسمائة ألف مواطن فلسطيني مدنيين عزل وبالتالي ستكون هذه الزيارة رسالة واضحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي لكي لا تقدم على مثل هذه الأفعال لأنه سيتم الرد من قبل الدولة المصرية تحديدا على هذه الأفعال بما يتوافق مع القوانين الدولية والأعراف الدولية والإرادة السياسية المصرية التي أكدت عليها القيادة السياسية مرارا وتقرارا أنها لن تسمح بتهجير الفلسطينيين بشكل واضح من داخل القطاع طيب الآن يا دكتور حامد لا أدري أسألك عن المعلومة الآن للتحليل لا أدري هل لديك معلومة إذا ما كان أحد المصاحبين لرئيس التركي أو الرئيس التركي نفسه سيتوجه بزيارة إلى معبر رفح حتى هذه اللحظة لم يتم تأكيد هذه المعلومة ولكن من الممكن جدا أن تحدث لما لا أغلب قادة العالم قاموا بزيارة معبر رفح سكرتير الأمين العام للأمم المتحدة رئيس الوزراء البلجيكي رئيس الوزراء الأسباني وغيره من القادة وأيضا وفد كبير من الصحفيين العالميين يعني في مؤتمر الهاية العامة لاستعلامات زاروا معبر رفح وزاروا مطار العريش وبالتالي هذه الزيارة إن حدثت ستدل دلالة واضحة على أن تركيا تقف مع جانب الدولة المصرية في ضرورة إقاف العدوان الإسرائيلي على قطع غزة وهذا ما نشاهده الآن من أن هناك توافق بل تطابق في الرؤى برفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم يا أستاذ محمد سؤالي الأخير لك يا دكتور حامد في العلاقات المصرية التركية بدأ الرئيس المصري المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أنه في مصر اليوم يتم البدء في مرحلة جديدة اليوم يعني نبدأ مرحلة جديدة هل معنى هذا أن أنقرة توقفت تماما عن دعم بعض الجماعات المتشددة التي كانت تناوئ للأداء داخل الحكومة المصرية لا شك أن تركيا ارتكبت في العقد الثاء السابق الكثير من الإجراءات التي تؤدي إلى تهديد الأمن القومي المصري ومحاولة التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المصرية وأيضا على مستوى السياسة الخارجية كان من الممكن أن نشهد الكثير من استضامات بين الجانبين على الأراضي الليبية بعدما توقيع اتفاقية أمنية واقتصادية في العام 2019 لترسيم الحدود بين الجانبين الليبي والتركي على الرغم من عدم وجود أي حدود مشترقة بين الجانبين والمسافة بينهم تتعدى الأربع تلاف كيلومتر ولكن الآن الأمور بهذا الشكل وبهذا التعقيد في الإقليم جعلت الدولة المصرية تتغاضى عن صغائر الأمور وأصبحت هناك مصالح استراتيجية واضحة بين الدولتين لابد من المضي قدما ومن أهم هذه الأشياء كانت جماعة الإخوان المسلمين وغيرها ولكن الدولة المصرية لا تنظر إلى مثل هذه الأشياء الصغيرة في مجمع العلاقات اقتصادية كبيرة تركيا أتت إلى الدولة المصرية وكما يعلم القاسي والداني أن تركيا دولة صناعية تستورد أكثر من 98% من احتياجاتها النفطية وأيضا تريد أن تدخل في منظمة غاز شرق المتوسط وتريد أن تلعب القاهرة أيضا دور مهم في الوساطة بين قبرس واليونان من ناحية وتركيا من ناحية لترسيم الحدود البحرية أيضا الملف الليبي على الطاولة الملف العراقي الملف السوري باعتبار أن تركيا تنتهك سيادة هذه الدول ولكن في ظن وتقديري أن مجرد التقارب بين الطرفين من الممكن أن يجعل هناك فرص حقيقية لكيفية التغلب على هذه الصعوبات والحفاظ على الأمن القومي في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي أرى أن التقارب المصري التركي يصب في صالح كل القضايا العربية وعلى رسوم القضية الفلسطينية أشكرك دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا من استوديوهاتنا بوسط القاهرة فشكرا لك